السلام عليكم مباشرة وبدون مقدمات قد نكسب حياتنا وتكتب لنا حياة جديدة كما يقولون بسبب الماء وقد نفقد حياتنا بسبب الماء أيضا كيف نتناول الماء بشكل صحيح وما هي الأخطاء التي يجب أن نتداركها مع شربنا للماء وما هي حرارة الماء الصحية عندما نتناوله ما هي كمية الماء التي يمكن أن نتناولها وما هي طريقة الشرب وما هي تأثيرات الجفاف الخطيرة وكيف نعوض الشوارد المفقودة وأيضا سؤالين هامين ما هي الأغذية المفيدة لترقيب الجسم وما هي الأطعمة والأغذية الضارة التي يمكن أن تسبب جفاف وأعراض خطيرة أسئلة هامة سأقدم لكم إجابات دقيقة ومبنية على أسس علمية وطبية هي ليست اجتهاد أو رأي شخصي سأبدأ بأهم الخطوات التي يجب أن نتبعها لمنع العطاش أول وأهم خطوة هي التدريج أو التدرج في شرب الماء على مدار اليوم من الصباح حتى وقت النوم كل حوالي ساعة إلى ساعة ونصف كوب ماء على مدار اليوم حوالي 8 إلى 10 أكواب قبل وجباتك الطعامية اشرب كوب ماء وخلال الوجبة وبعدها حاول أن يكون شربك للماء قليل يعني رشفات صغيرة حتى لا تسبب لك سوء هضم عندما يكون لون البول مساء قبل النوم فاتح جدا فأنت تناولت الماء بكمية كافية أما البول إذا كان غامق اللون فأنت لم تتناول الكمية الكافية من الماء خلال اليوم أهم الخضار والفواكه التي تمنع العطش لخيار الفريز أو الفرولة البطيخ الأحمر هي مصادر رائعة للماء ولترطيب الجسم زبيب أو العنب المجفف غني بالبوتاسيوم الموز غني بالبوتاسيوم أيضا لبن الزبادي غني بالكالسيوم الخس والجزار والسبانخ وطبعا البطيخ الأحمر غني بالأملاح ومفيد لكن باعتدال فالإكثار منه يسبب طرد الماء وطرحه من الجسم الأطيمة التي تسبب الجفاف والعطش أهمها الحلويات والسكر والمشروبات الغازية والعصائر المعلبة التي تحتوي على سكر وتسبب طرح الماء من الجسم على عكس ما يظن البعض الكافئين موجود بالقهوة وموجود بالمشروبات الغازية والشاي ومشروبات الطاقة والشوكولات والكافئين يسبب الجفاف والعطش من الأطيمة التي تسبب الجفاف والعطش أيضا الأطيمة المصنعة والوجبات السريعة همبرغر وبيتسا بطاطا مقلية هوت دوغ ولحوم حمراء هذه الأطيمة تسبب العطش والجفاف قدر الإمكان قلل تناولها لتحافظ على الماء في جسمك طيب ما هي المكملات الغذائية الطبيعية وأيضا الصيدلانية التي تساعدنا في منع حدوث جفاف وأيضا تعالج العطش بشكل طبيعي أولا أوميغا 3 أحماض دهنية صحية مفيدة جدا للعظام والمفاصل وأجلس الجسم والجلد وتحافظ على رطوبة الجلد وتساعد في التقليل من فقدان الماء ومنع حدوث جفاف وعطش أوميغا 3 موجودة بسمك السلمون والسردين وأيضا في زيت الكتان الذي يضاف لسلطات الخضار وإذا لم يكن ذلك متوفرا يمكننا تناول أوميغا 3 كمكمل غذائي حب يوميا بين 500 ميلي جرام إلى 1 جرام لمدة شهرين إلى 3 أشهر وبعدها بشكل متقطع مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع هذا بشكل عام لكن من يعاني من مشكلة صحية يجب أن يستشير طبيبه أوميغا 3 لا تعطى لمن يشكو من حساسي تجاه الأسماك أو من نزوف أو من يتناول مميعات دم هناك غذاء طبيعي استوائي يمنع العطش والجفاف هو ماء جوز الهند هو يغني بالأملاح وخاصة الماكنيزيوم والبوتاسيوم يمنع العطش والجفاف ويحافظ على توازن السوائل في الجسم ويرفع مستويات الطاقة من خلال تناول كوب إلى كوبين منه يوميا الماكنيزيوم هو المعدن الذي له دور عظيم في صحة الجسم بشكل عام وفي منع العطش بشكل خاص يوازن الأملاح في الدم ويعزز ترطيب الجسم ويحمي العضلات والأعصاب من الجفاف الماكنيزيوم موجود بالسبانغ وبذور اليقطين واللوز والكاجو ويمكن تناوله كمكمبل غذائي أفضل نوعين منه ماكنيزيوم غلايسينايت وماكنيزيوم سيترايت الجرعة اليومية 250 إلى 400 ميلي جرام والأشخاص الذين لديهم مشكلة صحية طبيبهم يحدد نوع الماكنيزيوم والجرعة حذاري من تطبيق ما يقوله البعض حول شرب الماء هؤلاء الذين ينصحون بعدم شرب الماء إلا عند العطش وهم نفسهم يحذرون من شرب 8 أكواب ماء يوميا هذا الكلام هو كارثي على صحة الجسم بكل ما للكلمة من معنى نحن بحاجة لتناول 8 إلى 10 أكواب ماء في اليوم وتزداد هذه الكمية في درجات الحرارة العالية وعند التعرق الشديد وفقد السوائل نحن عندما نعطش فهذه إشارة من أجسامنا إلى أن الجفاف قد بدأ وعندها الكلا تقلل من طرح البول ويكون لون البول غامق وهذا يزيد من فرصة تشكل حصيات بالكلا وخاصة في فصل الصيف وعند ارتفاع درجات الحرارة أيضا العطش والجفاف يؤديان إلى النقص حجم الماء في الدم وبالتالي زيادة لزوجة الدم تدريجيا وبطء جريان الدم وهذا سبب رئيسي لحدوث جلطات الدم نتيجة العطش وعدم تناول الماء التعرق يعني فقدان أملاح وشوارد ونحن عندما نتعرق بشكل كبير نفقد بوتاسيوم وصوديوم وأيضا نفقد كلورايل وماجنزيوم لذلك عند فقد السوائل والتعرق الشديد بالصيف يجب أن نتناول الماء 8 إلى 10 أكواب وممكن أكتر حسب الكميات المفقودة من الشوارد والأملاح وحسب غزارة العرق والتعرق طبعا نتناول هذه الكمية من الماء بالتدريج على مدار اليوم يجب أن نكون حذيرين وأن لا نحمل الكلا عبء فوق طاقتها بتناول كميات كبيرة من الماء دفعة واحدة وطبعا كل ما نتناوله من مشروبات شاي قهوة بابونج وغيرها كلها محسوبة ضمن الكمية التي يحتاجها جسمنا من الماء هناك من يتناول 2 لتر ماء أو 2.5 لتر ماء دفعة واحدة هذا يمكن أن يسبب الوفاة لا سمح الله وهذا أمر في غاية الخطورة والأهمية فالكلية لا تستطيع أن تطرح كل هذه الكمية من الماء مباشرة من الجسم الماء الذي يبقى يمكن أن يسبب مشكلة كبيرة وعبء على القلب والدماغ وحدوث وفاة أهم الأعراض التي تظهر علينا عند نقص السوائل والشوارد في الجسم تعرق وفقدان سوائل تعب إجهاد كسل عطش جفاف الحلق دوخة رجفان اليدين ودوار تشنج عضلات وعدم تركيز وهبوط ضغط ببعض الحالات مع تسرع نبض القلب كل هذه الأعراض ناتجة عن نقص السوائل والشوارد في الجسم طيب الماء الذي نشربه ما هي أفضل طريقة لحفظه؟ أفضل بيعاء أو إناء لوضع الماء فيه وحفظه نظيفاً ومفيداً هو الأواني الفخارية وأواني ستانلستيل وأيضاً الأواني الزجاجية حتى من يشتري عبوات ماء بلاستيكية من السوبر ماركت إذا في مجال لوضع المياه بعبوات صحية يكون أفضل يعني تفريغها في أواني فخار أو زجاج أو ستانلستيل وإذا ما في مجال فكما يقال الجود الموجود وحتى فلترت المياه إذا الفلتر موجود فهذا أفضل وإذا غير موجود أيضاً الجود بالموجود أنا شخصياً أفضل الفخار والزجاج وأستخدمهما في حفظ الماء طيب ما هي حرارة الماء المناسبة للشرب حذاري من الماء المثلج فهو سيمر بالمريء إلى المعدة والمريء مجاور تماماً للقلب الماء المثلج يمكن أن يسبب توقف القلب والوفاة الماء المغلي والمشروبات الساخنة والمغلية شاي قهوة بابونج يعني من النار إلى الشرب إذا تناولناها بهذه الطريقة وبشكل دائم ومستمر سيؤدي إلى حروق متكررة بالفم والمريء ومع الوقت ستسبب سرطان مريء دعونا اليوم نبدأ بتصحيح هذه الأخطاء الجسم سيتوازن وسنكون بخير إن شاء الله أريد أن أذكر بأن من أسباب العطش الهامة لإصابة بمرض السكري أو مقاومة الإنسولين أو مشاكل بالضغط السكر بالدم ينتقل إلى الكلية ويتم طرحه بالبول ويسحب معه الماء لذلك الأشخاص الذين يتناولون السكر بكميات كبيرة وأيضا مرض السكري هؤلاء يطرحون كميات كبيرة من الماء والدماغ يعطي إشارة لشرب المزيد من الماء لذلك مريض السكري يشعر بالعطش ويتناول كمية أكبر من الماء ويتبول أكثر من الشخص الطبيعي الماء يجعله قريب منك دائما وتناوله بهدوء وبالتدريج الماء هو أساس الحياة والوقاية من الأمراض كونوا بخير بإذن الله دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك وتعليقاتكم الهلوة وشاركوا الفيديو شوفوا الفيديو أكثر من مرة وكتبوا بالتعليقات الاسم وبأي بلد أنتم عايشين ووصلوا الفيديو لأصدقائكم ولأكبر عدد من الناس لتعمل فائدة تعليقاتكم حول اللي انطرح بالفيديو بتهمني جدا وكتابة كل واحد منكم عن تجربته بتهمني كتير بحبكم جميعا عائلتي الجميلة عائلة الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته